اشتركوا في القناة استعرضت دكتور زكريا الخاجة أبرز الجهود التي بذلتها مملكة البحرين من أجل تنفيذ البرامج والمبادرات الرقمية التي تسهم في تحقيق وتعزيز أهداف التنمية المستدامة حيث أشار إلى أن برنامج الحكومة 2023-2026 جاء معبرا للعلاقة القوية والمتماشية بين خطة الحكومة وهداف التنمية المستدامة مضحا بأن مملكة البحرين تؤمن بدور القطاع الخاص كشريك أساسي في عملية التنمية وتحقيق النهضة والتطور جنبا إلى جنب مع القطاع الحكومي بعد ذلك قدمت دكتور زكريا استعرضا موجزا حول أبرز الجهود التي بذلتها المملكة من أجل دعم عمليات التحول الرقمي الداعمة لأهداف التنمية المستدامة كما تطرق إلى استراتيجية مملكة البحرين بشأن تطبيقات الأجهزة الذكية والتي تهدف إلى توحيد تجربة المستخدمين من خلال تقليل عدد التطبيقات لمجموعة رئيسية تستهدف الأفراد والمستثمرين والزوار كما استعرض جهود المملكة خلال الانتشار العالمي للجائحة والتي ركزت على حماية الصحة العامة والتخفيف من الآثار الاقتصادية والعمل على تحقيق التعافي الاقتصادي والاستدامة المالية وتسريع وتيرة التحول الرقمي